ولا والله لبس زيال لهب هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع رديد رديم شينتو زيال لهب طبعا في هذا المقطع رح نسوي أحد الملابس لترابر الأسطورية جدا كلنا نعرف أنه ترابر يسوي لك مجموعة من الملابس الأسطورية ومجموعة من الملابس النادرة لكن عشان تصمم هذا الملابس لازم تجيب للترابر مجموعة من جلود الحيوانات البرفكت أو الثلاثة نجوم يعني جيب لي مثلا الذيب ثلاثة نجوم وجيب لي الغزال ثلاثة نجوم وجيب لي الأرنال ثلاثة نجوم وراح سوي لك هذا اللبس الأسطوري فهذا المقطع ان شاء الله راح نعطيك أحد الملابس النادرة من عنده ترابر وراح نبدأ سلسلة ملابس ترابر تقريبا عنده 16 لبس إلى 18 لبس نحاول بقدر الإمكان أن ننزل أكبر عدد ممكن من هذه الملابس فهذا المقطع راح تاخذ اللبس الأسطوري من عنده ترابر يلا نخش فيه المقطع طبعا عشان نسوي لبسنا اليوم لازم نجيب 6 نواع من الحيوانات 6 نواع مختلفة بعضها يعني مفترس بعضها عادي فما عليك أنا راح أزبطك وراح أقول لك أماكن الحيوانات اللي نحتاجها وكيف تصيدها بالنسبة لأول حيوان راح نصيده وراح يكون اللي هو البلاك بير أو الدب طبعا البلاك بير راح يتواجد في هذه المنطقة بكثرة كله عليك أنك تدور له إذا والله ما حصلت كله عليك أنك تنامه تصحف الصباح وراح تتجدد الرسبوناكت وراح تحصل إنه والله الدب موجود طبعا الدب راح يكون شكله زي كذا ولونه أسود ومدغبج صغير دور لك على واحد بثلاثة نجوم وأدرس دراسة عميقة طبعا أنا بعد ما درست دراسة العميقة قل لي أنه ترى الدب إذا تبغى بثلاثة نجوم لازم تصيده بطلقة وحدة بالسنايبر في رأسه فوالله جلدت جلده في رأسه بالسنايبر وفعلا بقي ثلاثة نجوم أخذت الجلد حقه وكذا يكون جبنا أول حيوان بالنسبة للحيوان الثاني راح يكون النمر والنمر راح يتواجد بكثرة في هذا المكان زي ما تشوفون في الجيم بلاي طبعا النمر يعني مفترس جدا ويداهمك مداهمات غبية صح يعني يفجع حصانك وحصانك يرميك وهو يدائمك ويقتلك فخليك حذر جدا في التعامل مع النمر زي ما قلتلك راح يتواجد في هذه المنطقة والنمر دائما دائما يطلع في الليل فدائما ابحث عنه في الليل ورح يتواجد بكثرة جدا في الليل طبعا أنك تصيد النمر راح يكون عندك طريقتين يا أنك تستخدم الأسهم المسممة أو أنك تجلد جلده في رأسه بالسينايبر لكن أنا صراحة لأنه حيوان نادر أحب أصيده بالأسهم المسممة وإذا ما كنت تعرف كيف تجيب الأسهم المسممة راح أترك لك الرابط في خانة الوصف وأضح لك جميع ما يتعلق بالكرافتينج والأسهم المسممة طبعا زي ما تشوفون هنا والله حصلت لي واحد جلدته جلده بالرصاص المسممة وعلى طول هارب مني وطاح بعد ما طاح أخذت منه الجلد وكان الثلاثة نجوم طبعا حين نحتاج جلدين من النمر فإذا جبت النمر الأول لا تنسى أنك تجيب أيضا جلد النمر الثاني لأننا نحتاج جلدين من النمر جلدين من النمر لا تنسى طبعا حاول بقدر الامكان انك بمجرد ما تصيد اي جلد للحيوانات اللي قاعدين يجمعها وديها على طول للترابر لانه لا سمح الله يعني مت ولا حاجة راح تختفي جميع الجلود اللي ستة فمجرد ما تصيد واحد جلد بثلاث نجوم وديه عند الترابر واعطيه وبعلو اياه عشان تمشي امورك وما يضيع عليك لما تموت بالنسبة للحيوان الثاني راح يكون حيوان البانثر والبانثر ايضا ترى حيوان مفترس ويتزاهم مداهمات زي اللهب يعني فحاول بقدر الامكان انك تكون حذر ايضا مع البانثر والبانثر راح يكون متواجد في هذه المنطقة زي ما تشوفون في القيم بلاي طبعا لما تتوجه للمكان تعال برضو دائما في الليل لانه يرسبن بكثرة في الليل كل اللي عليك انك تجلد جلده بالسنايبر لانه انا بعد ما درست وقال لي انك اذا تقتل البانثر ويبقى بثلاث نجوم اجلده جلده وحده بالسنايبر وتكون في راسه عشان تأخذ الجلد بثلاث نجوم اشتركوا في القيم بالنسبة للحيوان الرابع راح يكون متواجد في هذه المنطقة يعني على حدود الشوارع على الشارع هذا راح يرسبن عندك حيوان صغير اسمه اللي هو البادشر وهذا الحيوان ما ينصاد الا بالفارمينت رايفل او سلاح الصيد هو حيوان جدا جدا صغير يعني تطيده بالسنايبر راح تقل جودته فحاول بقدر الامكان انك تصيده بالفارمينت رايفل واذا ما كان عندك الفارمينت رايفل ترى تقدر تشتري من محل الاسلحة لا تنسى بمجرد ما تصيد البانثر والبادجر على طول شي لها وديها من الترابر عشان لا تضيعها انتبه جدا بالنسبة للحيوان اللي بعده راح يتواجد في هذه المنطقة زي ما تشوفون في الجيم بلاي راح يكون ذيب صغير مو ذيب ما ادريش نوعه بس انه يعني حيوان مشابه للذيب وحيوان جدا جدا صغير ورح يتواجد في هذه المنطقة طبعا راح نحتاج منه اثنين فلما تحصل لك الاول روح دور على الثاني ولازم يكونون ثلاثة نجوم عشان الترابر يحيك لنا ملابس رهيبة لا تنسى راح يتواجد في هذه المنطقة وراح يكون شكله زي كذا وراح نحتاج منه اثنين جيب الجلدين وديها للترابر وبعدها راح ننتقل للحيوان اللي بعده بالنسبة للحيوان اللي بعده راح يكون الذيب او الولف وراح يتواجد بكثرة في هذه المنطقة زي ما تشوفون في الجيم بلاي وكلنا نعرف انه الذيابة يمشون مع بعض كمجموعة وكو جروب فاحتمال انه يطلع لك ذيب بثلاثة نجوم احتمال جدا جدا كبير كل اللي عليك انك تتوجه لهذه المنطقة وراح يداهمونك على طولهم وبنفسهم صيد واحد بثلاثة نجوم وعشان تصيدوا بثلاثة نجوم لك طريقتين هي انك تصيدوا بالاسهمة المسممة او انك بالسنايبر بطلقة واحدة في راسه وبكذا راح يكون عندك ذيب بثلاثة نجوم كل اللي عليك انك تاخذوا وتودي للترابر بعدها يكون كذا تقريبا جمعنا جميع الحيوانات فقط راح نتوجه للترابر عشان نصنع ملابسنا بعد ما تودي جميع الجلود عند الترابر الان راح نبدأ بتصنيع لبسنا الاسطوري وراح يكون اللبس الرقم خمسة عشر اللي هو ذي نايت ورولي قلنا لم ندريش المهم اللبس رقم خمسة عشر او هذا اللبس طبعا اشتريك جميع الاشياء راح تشاري لهوة الطاقية وراح تشاري الكوت وراح تشاري الفست وراح تشاري لهوة القلوز طيب يا صالح الشبس او الزبرقة حق الجزم صراحة ما يحتاج انك تتعب نفسك عليها لانه حيوانها جدا جدا نادر وتعبت وانا دور له وما حصلته نادر نادر جدا فقلت انه لا اتعبكم معايا على اشياء يعني مو مرة ذي كالزود يعني لكن همشي انك تاخذ هلوة الطاقية والكوت والفست والقلوز وراح يطلع معاك اللبس زي اللهب وتشاري لك هلوة بنطلون اسود كذا خلاص عشرة على عشرة طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحلمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة اذا تبعونا والله نستمر في سلسلة الترابر اكتبوه لفخانة التعليقات وان شاء الله استمر يلا حطوا لايك لاجيكم هيد سلام عليكم شكرا للمشاهدة